محمد علي الحوثي يتعهد بصرف مرتبات الموظفين كاملة ولكن بشرط منصة الحقائق الاخبارية بدعمكم نستمر حكومة صنعاء صرحت بانه لسنا بحاجة لقرض من البنك الدولي ونحن على استعداد بصرف مرتبات موظفي الدولة في كافة المحافظات اليمنية الشمالية والجنوبية جدد عضو المجلس السياسي الاعلى بصنعاء الاستاذ محمد علي الحوثي اليوم الخميس طرح عرضه بشأن صرف المرتبات ويتضمن العرض توريد كافة الايرادات في مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن الى البنك المركزي في صنعاء مقابل ضمانته صرف المرتبات كافة موظفي الدولة في شمال وجنوب اليمن واكد الحوثي بان الشعب اليمنى ليس بحاجة لقرض من البنك الدولي او غيره ومع ان الحوثي سبق واني طرح العرض خلال فترات مفاوضات سابقة الا ان توقيت عرضه يشير الى استعداد صنعاء صرف المرتبات في ظل فشل الحكومة الموالية للتحالف وربما قد يمهد ذلك لتسهيل مفاوضات مرتقبة بشان الاجراءات الانسانية بما فيها المرتبات